اشتركوا في القناة الامير سعد بن تركي بن جلوي سمو الامير رحف فيك لظهورك معنا عبر شبكة الفارس الاعلامية يا هلو مرحبا سمو الامير بمناسبة هذا التكريم لبطلنا هاني كلمة حاب توجهها للكبتن هاني بهذه المناسبة اولا هذا كله شرف لي ان نكرم الكبتن هاني وما شاء الله عليه ما قصر في البطلات السابقة وان شاء الله نطمح منه البطلات القادمة الهاني وزملاء الله يوفقهم ان شاء الله ومسألة احتياجات خاصة والعاقة هم بيّنوا للعالم ان ما في عقبات الا العقبات اللي في قلب الواحد وفي ذهنه وما شاء الله عليهم الله يوفقهم يعني السنين اللي فاتت حققوا بطولات وما اشوف ان شيء اثر عليهم ما شاء الله عليهم في الطريق ان شاء الله وهذا يعني يخلينا نحن نقع في حرج تجاههم والله يوفقهم ان شاء الله نواصل تغطية تنامجنا الكرام في حفل تكريم النجم هاني النخلي في هذه اللحظات احد الشخصيات المهمة والتي ساهمت في تكريم البطل هاني الاستاذ هاني بالعبد العزيز الحوطي ايضا عضو شرف في نادي الاحساني ذوي الاحتياجة خاصة فيك لأول ظهور لك عبر شبكة الفارس حياكم الله وسهل فيكم ونشكركم على حضوركم او كلمة تقدمها في هذه المناسبة لبطلنا هاني النخلي بسم الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الصحبه اولا نشكر ابننا هاني على تحقيق البطولات هذه ورفع عالم المملكة العربية السعودية في المحافلة الدولية فماشاء الله تبارك الله حقق بطولتين او حقق مداريتين ذهبيات فهذا الشيء فخر لنا نفتخر فيه ماشاء الله تبارك الله لانه علمنا رف رف في محافلة الدولية وهو كان الاساس كذهبية مركز اول فهذا نعتز فيه ونشكره على ما ادعى والله نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يكون في لجنة مخصصة للاندية ذوي الثاجات الخاصة في المنمكة العربية السعودية حتى تتواجد ابطالنا ماشاء الله البلد ماشاء الله تبارك الله شاسعة ونحتاج اندية متخصصة ونحتاج برضو ان نحتفل بابطالنا ابناءنا نحن في شبكة الفارس ونقدم لكم جزيل الشكر على مثل هذه المبادرات شكرا جزيلا لكم ونشكر في الاول طبعا ابننا هاني ونشكر اخواني الموجودين اللي تابعوا وثابروا وراء ابطالنا وماشاء الله شافوا يعني ثمارهم بدت ماشاء الله تبارك الله وبدوا يحققون بطولات ماشاء الله تبارك الله كانت هذه كلمة الاستاذ هاني بن عبدالعزيز الحوطي متحدثا عن الانجاز الذي حققه النجم هاني